وكان وزراء الخارجية العرب عقد اجتماعا تشاوريا مغلقا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدولة الدورة الحالية لمجلس الجامعة وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تهدف الجلسة التشاورية للتنصيق بشأن الموضوعات المدرجة على أجندة الدورة الوزرية غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات ملفات سوريا والسودان والقضية الفلسطينية ويهدف الاجتماع التشوري للتنصيق للموقف بشأن تلك القضايا والاتفاق على مشاريع القرارات التي سوف تصدر عن الدورات الوزرية غير العادية لمجلس الجامعة العربية